أهلا بيكم مرة تانية وأهلا بكل نضمولنا من جديد في إفسر بسمع على راديو تسعين تسعين ويمكن النهار ده عايز أكلمكم عن حاجة مهمة جدا جدا كلنا بنسمع عن جينريشن زي أو جان زي أو الجيل الصامت والمصطلح ده بيطلق على موليد الأواخر التسعينات ومنتصف العقد الأول من القرن الواحد وعشرين دول يا جماعة أول جيل رقمي أصلي حقيقي حياتهم متصلة رقميا بالكامل على عكس الأجيال اللي قبلها اللي عاشت نشأة الانترنت وكنا لسه بنستخدم الهواتف الأرضية الجيل ده ما يعرفش الحياة قبل الانترنت والهواتف الزكية ونشأوا في بيئة رقمية زكية فطريق التفاعلهم وتواصلهم عبر الانترنت بجد مختلفة تماما عن الأجيال اللي فاتت هتلاقيهم ملمين بالتكنولوجيا وبيتعاملوا بسهولة وبراعة ومرونة عالية جدا مع الأجهزة الإلكترونية والزكية وهتلاقي الجيل ده سهل جدا أنه يبقى طفله صغير أو عنده عشر أو خمستاشر سنة وتلاقي الطفل ده بمنتهى سهولة ممكن يعلمك بروجرامنج ويعلمك حاجات كتيرة جدا جدا كمان بيقولوا أنه عضاء جنريشن زي أو جان زي مرجح أنهما يتخرجوا أسرع من الجامعات ويكونوا أكثر حزرا في اختياراتهم المهنية وأكثر رغبة في تطوير مشاريعهم الخاصة فهتلاقيهم يعني عبقرة على غير الأجيال اللي قبلهم علشان كده ده خبر حلو جدا جدا هقوله لكو دلوقتي وهي مسابقة جان زي المسابقة دي بتستهدف نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية وحث الطلاب المبتكرين ورياد الأعمال بالجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة على إنشاء شركتهم الناشئة واللي عندهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية بتعالج صعوبات وبتحقق احتياجات في السوق وبتتغلب على تحديات موجودة لازم تكون الفكرة الابتكارية دي مستندة على أسس علمية واضحة وأن تكون الجهة المستفيدة من الابتكار أو المبادرة دي واضحة وجلية عشان يعود بالنفع على وطننا الحبيب كل اللي عايزين يشاركوا في المسابقة ممكن تدخلوا على www.genz.antabcompete.com والجائزة يا جماعة الحصول على دعم مالي لكل فريق مؤهل بحد أقصى 2 مليون جنيه كجواز كل الشروط بقى للناس كتير هتقولي طب إيه شروط الواجب توفرها في الفرق المتقدمة أول حاجة أنه يكون الفريق المتقدم مقيد رسميا في الجامعات كمان أنه يكون الفريق مكون من 3 طلاب على أقل وما يزيدش عن 8 طلاب ما بيشتردش أنه يكون جميع أعضاء الفريق الطلابي مصرين الجنسية متاح الاشتراك للطلاب الوافدين كأحد قادة أو أعضاء الفرق الطلابية وهيكون عامل إضافي إذا كان الفريق خاض مصابقات على المستوى المحلي أو الدولي قبل كده ولازم تقديم خطة العمال اللي بتوضح فايدة الابتكار والجهات والفئات المستفيدة بيه فهفكركم تاني لشروط المسابقة لكل الناس اللي عايزين يشاركوا في مصابقة جنزي جنزي.antapcompete.com يلا خشوا مصابقة حلوة جدا جدا وفعلا جنريشن زي طلعوا محظوظين أنهما بتعملهم مصابقات من النوع ده اللي فعلا بتأهلهم أنهما يسبقوا في العالم ويعملوا ابتكارات أكتر من رائعة